روسيا تعلق استيراد منتجات الألباني وبعض المواد الغذائية من لتوينيا بعد أن أعربت وكالة حماية المستهلك في روسيا عن مخاوف بشأن جودة هذه المنتجات القرار الروسي يمثل ضغطاً اقتصادياً كبيراً على لتوينيا التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي وكانت روسيا قد استهدفت حركة مرور الشاحنة من قبل ثم هددت بتشديد القواعد الجمهورية مع لتوينيا وتتهم بروكسل موسكو باستخدام التجارة للضغط على جمهورية الاتحاد السوفيتي سابقاً التي تسعى إلى توثيق علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي